احبابي الطلبة والطالبات طلاب الصف السادس في داي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد مع مستر محمد درويش في اللغة الانجليزية. وزي ما تعودنا مع بعض هنراجع اللي احنا خذناه المرة اللي فاتت مع مصفة ما. هنراجع اللي احنا درسناه المرة الفاتت لسنتو وانتعلم مع بعض زي نسمع ونقرأ محصة لير نوفي كبيري وانتعلم بعض الكلمات ومستلحات وزي نستخدمهم بشكل صحيح. درويك نبضا مع بعض الرجال لسنتو وانتو فاكرين دستان مرة فاتت كان بكلم عن طالب اسم رامي رامي فوقت. رامي؟ said his mother. Will you go to the supermarket for me please? She put a grocery list and some money on the table on the by the door. No problem mom, said رامي. رامي arrived at the supermarket. Oh no, رامي said I forgot the list. He went home and got the list then he ran back to the supermarket. رامي put the groceries in the trolley then he went to the checkout. Oh no, he said I forgot the money. He ran home, got the money and ran back to the supermarket then he paid for the groceries and went home. Hi, رامي said his mother. Where are the groceries? Oh no, he said I left them at the supermarket. طبعا دست كان بيتكلم عن طلب اسمه رامي. ولدتو طلبت منه مساعدة فتقول رامي. Will you go to the supermarket for me please? ممكن تروح السيبر ماركت؟ طبعا رامي. ممتو أعطته grocery list. بيتكلم عن طلب ما سبيال ر испقها يносه سمينا عالكي البلهства Then he ran back to the supermarket جميع tag. سوبر مركت. فلح زيت رامي. بوضع روسر. انترولي. ثم هنهي وانتو. شكرا عشان يحسب. وهو بحاسب حاجتانية. تانية. او نو. اي فوقت. تماني. افتقد ان هو كان ناسي أصلا الفلوس. هي وانهوم رجع. بيتجاري. غزماني. غزماني. فلوس. انتران. بقت. تسوبر مركت. رجع. سوبر مركت. انترول مركت. فلحن طا. بعد ما روح المراضي ماما بتقول له. هاي رامي. اه رامي كالعادة نسي. طبعا رامي للأسف نسيهم فين? نسيهم في السوبر ماركت. وتي طبعا كانت مشكلة رامي مع الحاجة اللي هو كان بيشتريها للمنطق. اول يونت. زيارة الى تصوير الافيان. هنشوف مع بعض ايه اللي حصل ثم نتناقش في الدرس والكلمات اللي احنا نشوفها فيها. زي ما احنا شايفين مع بعض. This is a woman called Salwa. بتتصل. وبتطلب تأجيل. فا اول حاجاتها. في التليفون. Hello? Hello? May I speak to Ahmed please? بتطلب تتكلم مع واحد اسمه احمد فبتقول. Hello? May I speak to Ahmed please? رد عليها اي شخص او اي حد انا عاوز اتكلم معا. وبعد كده بقول. Please. ممكن اتكلم مع فلانا وسامنه. بعد كده. لما هو قال لها is not in right now. I do what time will he be at? I am sorry. I don't know. لما حد يسألك عن موعد انت مش عارف يبقى امتا? فمش حارك خدي معلومة كاملة. فتقول I'm sorry. What time بس اعب بها عن الوقت والطايم والهيبات? I am sorry. I don't know. قال لها انا اسف. انا ما اعرفش هيرجع. امتا? بعد كده. بتطلب منه. وتقول له can you take a message? ممكن تاخد message. ممكن اسيب لك رسالة. Can you take a message? قال لها sure. Who's calling? think? يا طرميني بيتصل. sure. لما كل موافق على حد بيطلب مني طلب. بيقول لي can you? واي حاجة هو عاوز تطلبها. Can you take a message? ممكن اسيب لك رسالة لو سمحت. بكل ذو قال لها sure. بالتأكيد. وبس قال الشخص اللي قدامي يقول له who's calling? يا طرمين بيتصل. who's calling? قالت له this is salwa. I am going to be late for lunch today. I'll seek him at 11. this is salwa. كامل لما تيت كارم في التلفون مش بتقول I am أو he is أو she is. بتقول عطول this is. بتقول اسمك. this is salwa. كامل. وبعدك بتدي المسج الرسالة المطلوبة. فبتقول I'm going to be late for lunch. today. أنا هتأخرى. هذا النهاردة. I'll see him until one. I'll see him. اللي هي I will see him. أنا هقابله أو هشوفه. at one. I'll see him at one. هتقابل معه الساعة واحدة. ممكن تبلغوا رسالة ديت. فطبعا هو قال لها got it. what's your number? رابط والد three five 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 one eight three nine. كلمة got it. يعني أنا فهمت المسج بتاعتك. أنا تلقيت الرسالة اللي انت عاوز تقولها لي. got it. I got it. got it. what's your number? طب رقمك كام? what's your number? طبعا زي ما احنا شافين في الصورة هو بيكلمها من تلفون الارضة مش محمول. وظهر قدامه الرقم. فالشيء طبعا هو يسألها على الرقم بتاعها وقول لها what's your number? او لو انا في حد بكلمه وبيطلب مني رسالة فالشيء طبعا برضو ان احنا هقول له what's your number? رقم تلفونك كامل. what's your number? اقصد بها رقم تلفونك. رقم التلفون ما بتقالش رقم على بعضه بالالات او ملايين زي ما هو لا بتقال رقم رقم خوله 355551839. بتقال الرقم كل رقم الوات. got it. what's your number? اقصد بها اقصد بها 355551839. طبعا هنا هو طلق منها رسالة وقال لها اوكي I'll give him your message. ردت وقيته. thanks. you're welcome. اوكي حاضر I'll give him your message. هوصله او سوف اعطيه بسالفي. شيء طبيعي انا طلبت من حد المساعدة اقول له can you take a message? او طلبت من حد اي حاجة يجيبها لي او يعملها لي. فهو قال لي اوكي ونفذ لي الطلب المطلوب. فلازم ان انا اشكره فاقول له thanks. thanks. والرد على thanks بيبقى you're welcome. there you are welcome. you're welcome. طيب نشوف مع بعضك ونحاول نفتكر ايه اللي حصل معك. hello? hello may I speak to Ahmad please? he's not right now. what time will he be back? I'm sorry I don't know. can you take a message? sure. who's calling? this is Senua Ken. I'm going to be late for lunch today. I'll see him at one. brought it. what's your number? three five 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 one eight three nine. okay. I'll give him your message. thanks. you're welcome. طيب مع بعض نحاول نشوف the composition في شكل كرتوني. ونعرف مع بعض ايه الحوار اللي حصل. نسمع ونركز مع بعض. ودلوقتي بعد ما شخفنا نضيج على بعضه نتعلم مع بعض بعض الكلمات اللي ممكن تفيدنا في الدرس بتاعنا. أول حاجة نتعلم معها. take a message. take a message لما طب من حد انه هو ياخد الرسالة بتاعتي بقوله take a message. take a message يعني فلقى رسالة نسمع مع بعض ونشوف. speak. تاني حاجة كلمة speak يعني يتكلم. he is not in. he is not in يعني هو ليس موجود. he is not in. لو حد بيسألك بيقول لحضرتك مثلا. where is your dad? فهتقوله he is not in يعني بابا مش موجود. لو حد بيتنسي بيسأل على أخوك أو أختك. وانت عاوز تقوله يا أخويا مش موجود هتقوله he is not in. أو أختيش موجود هتقول she is not in. فكلمة not in يعني غير موجود في نفس المكان اللي أنا بتكلم فيه. right now يعني حالاً دلوقتي. he is not in right now يعني هو غير موجود دلوقتي. he is not in right now يعني هو حالياً غير موجود. what time? what time? لما باجي أسأل عن وقت باستخدم عبارة what time. لو عاوز أسأل الوقت اللي يرجع فيه قوله what time will he be back? لو عاوز أسأل انت بتصحق الساعة كام متى تستيقظه لك what time do you get up? باستخدم عبارة what time عشان أسأل بها عن الوقت اللي أنا عاوز أسأل بيه أي حد. وعشان اللي إجابة بتاعته هيديني clock. time المصبوط أو على حسب الساعة اللي هو دهيني. يعني مثل. what time will he be back هيرجع ساعة كام؟ لو أنا عارف نو هيرجع ساعة تسع أول. he will be back at nine o'clock هيرجع ساعة تسع. لكن لو ما عارفشي. أول. I'm sorry. I don't know. أنا ما عارفش. Be back. يرجع. Be back. He will be back. هو سوف يرجع. He will be back at nine هيرجع ساعة تسع. He will be back at seven هيرجع ساعة سبعة. يبقى be back يعني يعود يرجع إلى المنزل. be back. No. No يعني يعرف. I don't know. أنا ما عارفشي. What do you want؟ ما عارفشي أنت عاوزي بالضبط. بسألك على هيرجع أنت بلك sorry. I don't know. أنا مش عارف. أنا لا أعرف. بكلمة no. خد بالك أن أول حرف فيها k silent. منفعت قولها k no. I don't know. يعني أنا لا أعرف. لكن لو أعرف المعروف أقول I know. No بمعنى يعرف. قلنا تاني take a message يعني يتلقى رسالة أو يأخذ رسالة. take a message. take a message. take a message. sure. sure يعني بالتأكيد. لو أنا بطلب منك can you take a message. ممكن تأخذ رسالة. هتقول لي. sure. بالتأكيد. إذا أنت بتأكد فعل الحاجة اللي أنا طلبتها منك. بسألك أقولك do you like English. بتحب الإنجلش. هتقول لي. sure. بالتأكيد. بسألك أو بسألك وبقول do you help mom. هتقول لي. sure. يبقى شو معناها بالتأكيد. أيوة أنا بعمل الحاجة. who. هو يعني من. who is calling. مين بيتصل. who are you. بتأكيد. who is this. بستخدم who. to ask about people. عشان أسأل بها عن الناس. أوكي. لما شاء على واحدة واقول who is she. هتقول لي she is my mother. أو she is my sister. أو she is. وتقول لي هي مين. ما تعرفش زي ما قلنا. هتقول I don't know. لو بسألك على الشخص برضو نفس الكلام. هقول لك. who is. هي. هو مين دا. هتقول لي he is my. وتعرفني بالشخص اللي عندك. ولو ما تعرفوش هتقولي I don't know. طبعا لو فاكتين 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 بتقول. who is calling. who is calling. مين بيتصل. قال لك. I don't know. أنا. مش عادة. مين بيتصل. قال يتصل. جميع شفية في التلفون. she is calling. قال. قال بمعنى يتصل. قال. Late. Oh. I am late. If your time to go to school is at 8 o'clock. and you went to school at 8.30. So you are late for school. Late. ليت يعني متأخر. لما يكون عندك معهد. وتأخر عنه بيقول I am late. أنا متأخر. وشيء طبيعي لو أنت متأخر هتقول I am sorry. I am late. أنا آسف. أنا متأخر. فكيمة ليت بمعنى متأخر. see. سيب مع ما يرى. ممكن تيجي بمعنى يقابل. I can see a computer. أنا شايف computer. I can see many friends. أنا شايف أصدقاء كتير. لكن أقولك I will see you. سوف أراك أو سوف أقابلك. أوكي. Got it. Got it يعني فهمتك. أخذت المعلومة التي تريد أن تحدثني إياها. Got it. Do you understand? Got it. أيوة فهمت. بسيب لك message. وبعد ما سؤلت لي المسيج بتاعتك. فقولك Got it. بهمتك. بهمتك أنت عاوز تقول إيه. Got it. بسمائي تاني. Got it. Number. Number. Number أي رقم. أو يتقال على رقم التلفون. Number. أقولك What's your number. رقمك إيه. Number. أوكي. دلوقتي مع بعض ننتقل لجزئية مهمة. إن إحنا عاوزين نراجع على الدرس اللي إحنا خذناه دلوقتي. ونشوف يا ترى إحنا كهمنا صح ولا خطأ. هنبدأ مع بعض time for share. نبدأ نشغل الإجابات. Choose the correct answer. يريد نختار الإجابة الصحيحة. الخمس أسئلة. ونبدأ مع بعض زي ما تعودنا كل مرة. question by question. سؤال سؤال. Number one. بيقول لي What's your telephone. مش عارف. 2330 أو 0555. يا ترى أخطار. What's your telephone address. What's your telephone time. What's your telephone day. Well, that's your telephone number. Please try to write your answer in the chat box right now. إحنا بإجابات chat box. بتاع question number one. سؤال الأولين. يلا. منا يقول. الإجابة بتاعتنا. Can we hear what's your telephone number. Manpasher, what's your telephone address. I know that mission. Make 7 Kobe. When I ask. The telephone number. I say what's your telephone number. What's your telephone number 330. client 2 305 555? Excellent. Now let's go to the next question number 2. My brother isn't and right now. هناك well my brother isn't on right now. Well, my brother isn't naked right now. But my brother isn't off right now. نبدأ مع بعض. أحيق بقس. So my brother isn't in on the camera isn't in Yanni غير موجود. حاليا. Right now, my brother isn't in right now. Let's go to question number three and answer it with what time will he? يترى مع ويل قلناها مع بعض في السيشن نحاول نفتكر مع بعض طبعا إجابة صحة زي ما انت شفته عشان عندي كلمة لازم يجي بعدها مباشرة ما يفعش بعد ولا استخدم ضرز ولا إز ولا هز مع ويل وطايم ويل يبا لازم أقول بي وطايم ويل هي بي باك وطايم ويل هي بي باك لتوكوشي نمبر فور يترى كيف الصحة طبعا زي ما احنا شايفين بقولك أنا متأخر على المدرسة لما يكون الصحة أقولي أنا فرحان فرحان عشان تأخرت عن مدرسة أسف تأخر طبعا الصحة هنا تبقى أنا آسف لما حد يخطئ لازم يعتذر ولو تأخرت عن معايد لازم أعتذر ما يفعش أني تحضرتك عشان طالب شاطر ودميل تدي معايد لحده وتأخر عنه لأ جيت معايد اعتذر لو أنت تأخرت I am sorry ولو أنت لسه برضو هتأخر زي ما حصلت في الكونفزيشن زي ما شفنا بتقول I am sorry أنا آسفة I will be late أنا هتأخر Now let's go to the last question number five Can you A message Can you take a message ولا Can you go a message Can you call a message ولا Can you nice a message يشوف مع بعض الإجابة الصحيحة طبعا إجابتكم كلها ممتازة Can you take a message ما ينفعش خالص أقول Can you go a message ولا Can you call a message ولا Can you nice a message الصح Can you Take a message Can you Take a message دعا ننتقل مع بعض Where time Let's turn to where time بعض الكلمات والمسترحات اللي محتاجين نقرأها ونتعلمها مع بعض Try to look at the picture حاول تبص كده وتقول لي What can you see in the picture What can you see in the picture هم يترى شايفين ايه في الصورة هم Excellent Wear a wig في حد بعض بيقول لي Wear a wig Wear a wig يعني يرتدي بروكة Wear a wig Please repeat after me Wear a wig Wear a wig Say Wear a wig Wear a wig Excellent Now let's turn to another picture and tell me What can you see يترى شايفين ايه هنا في الصورة Excellent Drive a sports car Drive a car يسوق او يقود السيارة لكن دي عشان السيارة السباق فبيسموها sports car عشان كنت تبقى لجابة صح Drive a sports car الصورة اللي عمدي هنا Drive a sports car Please repeat after me Drive a sports car Drive a sports car Drive a sports car Now let's go to another picture What can you see in the picture نحاول نخمن مع بعض يترى شايفين ايه في الصورة واو Put on makeup Put on makeup Put الوحدة معناها يضع لكن لما قلبها اقول Put on Make up يعني يضع مكياج Put on makeup في حد يقولي هو فيه راجل بيحط المكياج طبعا احنا عالفين هو ده في التمثيل وفي التمثيل طبعا بيضبط الميكوب بتاعه عشان خاطر يظهر بشكل او شخصية او كراكتر مختلفة عن الموجودة فبيحاول هو put on makeup عشان يظهر بشكل الملامح الشخصية المطلوبة فهينا put on makeup نره مع بعض نقول put on makeup again repeat after me put on makeup put on makeup now let's go to another picture نشوف صورة تانية try to guess what do they do يترأي لي موجود في الصورة نحاو نبتكر ما با اكسلان في حد بعض بقول make friends make friends يعني يكون صدقات I like to make friends انا احب ان اكون صدقات يبقى make friends معناها يكون صدقات make friends make friends ما ينفعش اقولة make friendess هي make friends صديق واحد اسمه friend 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 لكن لما اجل احطها as plural تبقى friends يبقى اسمها ايه friends make friends make friends get us some burn get us some burn get us some burn يأخذ حمام شمس في بعض الناس خاصة في الصيف الصبح البداية اللي بيحب ان هو يقعد على الشاطئ and get us some burn ويأخذ حمام شمس عشان خاطر الجسم ويستفيد من الكالسيوم اللي موجود في الشمس صباحا get us some burn get us some burn اسمه ايه تاني get us some burn اللي بيحب ان هو بيعملي هنا في الصورة نركز كلا مع بعضهم نشوف oh listen to music بيعملي تاني listen to music دورها مع بعضها كمان مرة listen to music listen to music يعني يستمع الى الموسيقى i like to listen to music بحب اسمع موسيقى يبقى listen to يستمع الى listen to music يستمع الى الموسيقى طبعا هنا ربصينا بالصورة he likes to sleep he is very tired but he doesn't sleep هو طعبان وعاوزان بس مش نايم هو بس مجرد هو مغمض عين وهو قاعد مكان وكده فده بيعمل ايه take a nap اسمه ايه تاني take a nap take a nap يعني يأخذ قيلولة take a nap if you don't have time please take a nap take a nap take a nap take a nap يعني يأخذ قيلولة take a nap take a nap وكما انه يأخذ قيلولة هو مش ينام ومجرد يغفل او يريح وهو قاعد مكانه يغمغينه اسمها take a nap take a nap اوكي نشوف مع بعض اخر حاجة talk on the phone talk on the phone يعني يتحدث في التليفون talk on the phone talk بمعنى يتحدث قبلك ان الحرف اللي فيها silent ما فيهاش حاجة يقولي talk talk on the phone يتحدث في التليفون she can talk on the phone يتحدث في التليفون يبكيمي توقع يتحدث في التليفون يبكيمي توقع يتحدث في التليفون sign autographs يوقع او يمضي photograph كلمة sign هنا فيها عندك حرف g حرف g silent بحض هي اسمها sign 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 autographs يبكيم مع بعض sign autographs again sign autographs نكررها مرة اخيرة sign autographs sign autographs sign autographs يعني يوقع autograph لما حركت قابل شخص من الشخصيات المشهورة او ممثل او مغني وعاوز ان هو يمضي لك او يمضي لك اهداع او تذكار في بتاعتك او المفكرة بتاعتك فبتطلب منه ان هو sign autographs يفتبلك كلمة للذكرى او كلمة تفتكر بها الموقف دوت وتبقى حاجة بسطق جدا فبتقول please sign an autographs for me يبقى sign autographs يعني يمضي او يوقع autographs نشوف الصورة اللي بعد كده ودي اخر صورة بحلقتنا النهاردة او have an accident have an accident have an accident تحدث له حادثة have an accident رباني يعكينا جميعا كلمة have an accident يعني تحدث له حادثة تاخد الفعل have have an accident 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 have an accident تحدث له حادثة بكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا النهاردة تمانياتنا القدارة العامة للتعليم الالكتروني بوزارة التربية والتعليم من جمهورية مصر ربية لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح وان شاء الله بإذن الله نلقاكم على خير في حلقة اخرى وما تنسوش يوم الاثنين الجاي مع ميس فاطمة الساعة الثامنة مساءً نستكمل مع بعض اللي احنا بدأنا النهاردة في يونت فور وتكمل معاكم الحلقة ونشوفكم على خير